يعني اتفدنا حاجة صغيرة بس كده قبل مستقبل ضيوفي حد قليل أدب وقذر وخايل الأمانة أو مهمل يعني حاجة من اتنين زاعة فيديو لزملائنا وهم قاعدين في الكواليس بتاعة زاعة المباراة ميدو سيف زاهر وحزم إمام ومجد عبدالغام الإعلام يا جماعة زي وزي الحياة الخاصة يعني الستوديو ده أمانة يعني إيه أمانة يعني المخرج اللي موجود فيه أو الناس اللي بشغل ورا الكاميرات لو عنده وسيلة تسجيل للحوارات اللي مش من اللائق أن تزع لأنها جانبية أنا لا أدافع عن السلوك أنا بتحدث على المبدأ واللي هينتقص من احترامه لهؤلاء لأنه سمع منهم كلام لا يرديني ولا يرديهم يبقى غلطان حرام الحساب ما يبقاش كده وإلا كل واحد في بيته مننا لو تركب له كاميرا وهو ما يعرفش هيتحاسب على بيقول إيه إحنا كنا هنحاسب بقى سياسيين وبتاعه هنحاسب ناس كتير قوي بلاش ندبح الناس أنا أدعو أن يبقى فيه تحقيق في هذا الأمر وأعتقد أنه فيه تحقيق بدأ وأنا يعني لاست راضي عن الأسلوب ده حقيقة لكني أيضا لن أعاقب ولن أحاكم الناس اللي اتخذوا غدر لأنه دول اللي اتخذوا غدر واتصرب لهم الكلام ده يعني بطريقة مشينة وغير أخلاقية وأنا متعاطف معهم تماما رغم تحفظي على كثير من الألفاظ لكني متعاطف يعني لازم نقر المبدأ المبدأ لا خيانة حصل معهم ده خيانة نشوف مين الخائم بقى ولابد أن يقدم للمحاكمة فورا بلاش نكون يعني بنشتغل سجانين للناس كده إيه سريع